حبيب هناك آية لها لسان وشفتين ربما لا تصدق هذا ما أنبأنا به النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى استمع معي أولا لهذا الحديث العجيب ودعنا نتأمل هذه الآية العظيمة نتدبرها نتدبر عظم هذه الآية ونتدبر الحكمة من هذا الحديث الشريف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال الله ورسوله أعلم ثم كرر النبي السؤال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم يقول سيدنا أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي آية الكرسي فالنبي هنا ضرب سيدنا أبا في صدره وقال له والله ليهنك العلم أبا المنذر والذي نفسي بيده إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش صلى الله عليه وسلم الحقيقة حديث عميق جدا أيها الأحبة يغوص في عالم الغيب ما هو سر آية الكرسي تقدس الملك عز وجل وتحت ساق العرش يعني أنت إذا تلوت هذه الآية إنك أولا تقرأ أعظم آية في القرآن وكأن لسانك وشفتيك يقدسون الملك عز وجل أنت تقتدي بهذه الآية لماذا هذه الآية أخي الحبيب تبدأ بإسم من أسماء الله الحسنى وتنتهي بإسم من أسمائه الحسنى تبدأ بالله وهو اسم الله الأعظم كما يقول كثير من العلماء والعارفين بالله وتنتهي بقوله تعالى وهو العلي العظيم تبدأ بإسم الله وتنتهي بإسم العظيم وهذه الآية أولا فيها تقديس وتمجيد لله هو حي وقيوم ولا ينم بل لا تأخذه السنى السنى يعني غفوة هكذا الإنسان عندما يغمض عينيه لمدة ثوان هذه هي السنى حتى الغفوة القليلة طبعا المخلوق يحتاج للنوم الله ليس بحاجة للنوم لماذا ينام وهو خالق الكون سبحانه وتعالى الكائنات إذا بقيت من دون نوم لأيام أو لأشهر تموت الإنسان لا يستطيع أن يبقى من دون نوم لسنوات ربما أيام وربما أشهر ثم يموت تضطرب وظائف الجسد لذلك نحن بما أننا مخلوقون فنحن بحاجة للنوم الخالق لا يحتاج للنوم فلا تأخذه السنة ولا نوم وهو الحي لا يموت الموت يجري على كل المخلوقات بما فيهم الملائكة يقوم على شؤون الكون قيوم قائم بشؤون الكون لا تظن أن فلان هو الذي يتصرف أو فلان أو فلأ أو لا تظن أن الشمس هي التي تعطي هذا النور من تلقاء نفسها هي بأمر من الله الله يقوم عليها يدبر أمرها يدبر الأمر سبحانه وتعالى فمن الطبيعي أن يكون كل شيء هو لله له ما في السماوات وما في الأرض وكل الخير بيده كل شيء بيده لا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من يستطيع أن يصيبك بخير بسيط أو شفاعة بسيطة إلا بإذن الله فإذن هذه الآية تربطك تربطك مباشرة بالله عز وجل فهنا أخي الحبيب عندما تقرأ هذه الآية يجب أن تتفكر في أسرارها في معانيها والله أنا هذه الآية أقرأها منذ زمن طويل سنوات طويلة عشرات السنين كلما قرأتها أكتشف معنا جديد ملمح جديد كلما قرأتها كل مرة لأنني أقرأ قراءة دبورية ليس مجرد أن أقرأ لا بل أفكر وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا كان الصحابة الكرام لذلك ملكوا الأرض وكانوا سادة العالم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا تظن أن من يمكر بك لا يعلمه الله الله يعلمه لا تظن أن من يريد بك شرا لا يعلمه الله الله يعلمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لا تظن هذه الاختراعات أنها من إرادة البشر لا هي بأمر من الله فيروس كورونا دوخ العالم والعلماء ولم يجدوا له علاجا حتى الآن كلها لقاحات ومحاولات ولكن علاج لا يوجد لأنهم لم يفهموا كيف يعمل هذا هذه المعلومة لم يفهموا حتى الآن وبالتالي يعني الله لم يرد أن يجدوا هذا العلاج ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء هذا الملك واسع كرسيه السماوات والأرض السماوات يعني نحن أبعد مجرى مكتشفة تبعد بحدود ثلاثة عشر سنة ضوئية أو ثلاثة عشرة سنة ضوئية يعني الضوء يحتاج أن يمشي لمدة ثلاثة عشرة سنة حتى يصل إلينا ضوء هذا النجم والضوء في كل ثانية يقطع ثلاثمائة ألف كيلومتر كل ثانية تصور كم في السنة وكم في المليون سنة وكم في المليار سنة وكم في ثلاثة عشرة مليار سنة هذه كلها سماء واحدة هي السماء الدنيا فما بالك السماوات السبع كرسي الرحمن وسعها هي لا تساوي شيئا كل هذه الأحجام الكبيرة ليس لها حجم أمام كرسي الرحمن وسعها وفوقه العرش رب العرش العظيم سبحانه وتعالى طيب هذا الإله تتركه وتلجأ للعباد أو تلجأ لنفسك لذلك النبي كان يستعيذ اللهم إنني أعوذ بك أن تكلني لنفسي طرفة عين أو لأحد من غيرك في هذا المعنى يعني فلذلك هذا إله يستحق أن يلجأ إليه في الشدائد والضيق والمصائب وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما فكما أن الله قادر أن يحفظ مليارات الكواكب والنجوم والكون والمادة المظلمة وكل ما في الطبيعة والكون أيعجز أن يحفظني في مالي في أهلي في بيتي في ولدي في متاعي في سيارتي في صحتي مثلاً أيعجز ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم علي أعلى من كل المخلوقات عظيم هو أعظم من همومي ومشاكلي قادر أن يهيئ لي أسباب الحل لذلك أخي الحبيب هذه السورة وأنت تقرأها يجب أن يعني أن تثق بالله في كل مرة تقرأ هذه الآية عفواً هذه الآية هي أعظم آية من القرآن في كل مرة تقرأها يجب أن تزداد ثقة بالله وتزداد يقيناً بما عند الله ورغبة بما عند الله لذلك أحرص على قراءة آية الكرسي لأنها تسبح وتقدس الملك فأنت تقتدي بهذا النبي وتجعل كأن لسانك وشفتيك يسبحون ويقدسون الملك سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الآية وبهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر